اشتركوا في القناة أهلا بكم إلى الساعة الثانية من غرفة الأخبار وفي عنوينها أنقرة وتل أبيب مصالحة تمليها مصالح المئذر الاسكتلندي والمعطف البريطاني هذا بالإضافة إلى ملفاتنا الإخبارية اليومية نتابعها الآن مع يوسف شريف في روما تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أعلن عنه قبل قليل بين أنقرة وتل أبيب سيجعل الدفء يدب مجددا في العلاقة الباردة بين تركيا وإسرائيل علاقة توترت حتى تبلدت بين حليفين سابقين بسبب الهجوم الإسرائيلي على سفينة مساعدات تركية كانت في طريقها إلى قطاع غزة ما رشها عن الاتفاق الذي نسجته زيارات مكوكية لمسؤولين من الطرفين يبدو أنه يحقق لكليهما الحد الأدنى الذي يحفظ ماء الوجه فلا تركيا نجحت في جعل إسرائيل ترفع الحصار عن القطاع ولا إسرائيل نجحت في دفع أنقرة إلى قطع علاقاتها مع حماس المساعدات للقطاع ستصل لكن عبر إسرائيل وتحت أعينها وقيادة حماس سيبقى لها حظوة في أنقرة مع الحد من أنشطة كوادرها اتفاق بلا شك تمليه المصالح والتغيرات الإقليمية معنا من القدس الصحفي الحنان ميلر وسينضم إلينا بعد قليل من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جول نذكر أن بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم وستفسراتكم على تويتر وفيسبوك أهلا بك سيد الحنان ميلر إلى هذا الحوار في سكاي نيوز عربية أبدأ معك هذا الحوار في انتظار ضيفنا من تركيا من الذي استدعى إنهاء القطيعة التي دامت خمس سنوات المواجهة بين الجنود الإسرائيليين الكوماندوز في سنة 2010 عقب الهجوم على سفينة التي كانت تحمل المساعدات وأيضا الأصلحة إلى قطاع غزة دامت ست سنوات من المباحثات المباحثات بحل وسط ظلت ثلاث سنوات وأخيرا تم الوصول إلى التوقيع على التطبيق كما يبدو الذي يتم الإعلان عنه غدا كان ينبغي أن يتم التواصل إلى مثل هذه التطبيق أجلا أو عاجلا باعتبار إسرائيل وتركيا حلفاء التجارة هائلة بين البلدين والمناقشات كانت مستمرة من 2010 تقريبا معروف ذلك وكلما اقتربت المصالحة نراها تبتعد أكثر فأكثر لكن الآن ما الدوافع التي دفعت الطرفين لعقد هذه المصالحة الآن في هذا التوقيت ما الذي سهل الأمر سيد ميلر يبدو أن الزعيمين نتنياهو وأردوغان موجودين في حالة محرجة في الشرق الأوسط أو إقليميا هناك أزمة في الصاحة التركية بين أردوغان ومنافسيه أو الجيران العرب في سوريا في مصر في العراق وأيضا نتنياهو منعزل بشكل ما في الشرق الأوسط إسرائيل دائما منعزلة ولذلك ترجع إلى حليفتها السابقة أو الكبيرة التركية الإقليمية التي حجم السياحة حجم التبادل التجاري دائما موجود والعلاقات سابقا كانت جيدة في فترات معينة في الثمانينيات والتسعينيات تراوحت بين جيدة وسيئة حسب الظروف السياسية ولكن يبدو أن هناك اليوم مصلحة اقتصادية وسياسية للتقارب بين البلدين مع اكتشاف حقول غاز بين قرب إسرائيل وإحتمال إقامة أنبوب غاز بين إسرائيل وتركيا وعلاقات تجارية أخرى لو وضعنا هذا الاتفاق على مصدرة التقييم هل تعتقد أن إسرائيل حصلت على ما كانت تريد خلال كل هذه المحاولات التي دامت أكثر من ثلاث سنوات ربما إسرائيل حاولت أن تمنع مساعدات أو دعم تركيا لحماس بشكل رئيسي الدعم التركي لحماس كان حجر العثرة الذي كان يعرق التقارب إسرائيل اعتذرت لتركيا منذ ثلاث سنوات رئيس الحكومة نتنياهو اعتذر وإسرائيل وعدت بصندوق دعم أو صندوق تعويض للقتل التركي الأتراك الذين قتلوا في الهجمة في سنة 2010 لذلك ظل فقط مسألة الحصار على غزة أو ظروف الحل الوسط في غزة وهذا ما تم الاتفاق عليه ولكن سيد ميلر أنتم تعرفون بأن علاقة حماس بتركيا يعني علاقة متينة جدا ما الذي يدعوكم للقناعة بأن اتفاق كهذا سيحد من هذه العلاقة ويصل بها إلى المستوى الأدنى حسب ما تم الإعلان عليه اليوم في وصال الإعلام تركيا وعدت بوقف دعم الأفعال أو عمل المكتب السياسي أو مكتب حماس في إسطنبول يعني ومحاولة تحاول تركيا أيضا ضغط حماس إلى تسليم الجثث الموجودة عندها والمفقودين الثنين الموجودين عندها يعني هذا يطمئن إسرائيل أو هذا أقصى ما أو أكثر ما يمكن أن تقوم به تركيا في هذه الأثناء وهذا يرضي إسرائيل على الأقل بمحاولة أو بحسن النواية التركية في هذا الموضوع هناك من يقول بأن الغاز الطبيعي كان كلمة السر يعني في النهاية التي أملت هذا الاتفاق وبأنه كان المحرك الأساسي ما الذي تستفيد به إسرائيل جراء هذا الاتفاق يعني هناك محادثات بين إسرائيل وتركيا لتأسيس أنبوب غاز بين إسرائيل وتركيا وتمديد هذا الأنبوب إلى أوروبا يعني إسرائيل اكتشفت حقول غاز كبيرة جدا في السنوات الأخيرة وتريد أن تصدر هذا الغاز إلى تركيا اللي هي مدينة دولة صناعية كبيرة جدا وإلى دول أوروبا يعني الاتحاد الأوروبي فيمكن أن تسهل أو تمكن تركيا من هذا الإنجاز وهذا يكون بالطبيعة الحال إنجاز كبير جدا لإسرائيل العلاقات الصناعية أو التجارية بين البلدين هي نقطة أصاصية ومهمة جدا بنسبة لإسرائيل وخاصة لرئيس الحكومة نتنياهو يعني بما أنك ذكرت نتنياهو كثيرا ما تأثير هذا الاتفاق عليه كيف يمكن أن يستثمره داخليا وخارجيا داخليا هناك هذا بطبيعة الحال إنجاز كبير في سياسة الخارجية لحكومة الليكود ولكن هناك أيضا انتقادات حتى داخل مؤيديه أو داخل الحزب القومي الوطني في إسرائيل حيث انتقد الوزير السابق جيد عنصار وزير الداخلية السابق التعويدات صندوق التعويدات يعني 20 مليون دولار تقريبا تعويدات من إسرائيل لعائلات القتلة هذا يعتبر ضرر للشرف الوطني أو لهيبة إسرائيل أرجو أن تبقى معنا سيد الحنان ميلر استمع معنا لهذه المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدي سكاينيوز عربية يقرأها عليكم يوسف الشريف يوسف يعني الاتفاق يعني خلال الأشهر الماضية كان ينسج ويطبخ على نار هادئة هناك تساؤلات عديدة بشأن هناك من يقول هل باعة تركية حماس من المستفيد أكثر من هذا الاتفاق لا ندري ربما ننتظر قليلا لمعرفة تدعيته نقطة التي قالها الضيف قبل قليل بأنه بقاء مكتب حماس طبعا كان هناك خرج بعض القيادات العسكرية البن حماس غادرت لكن بقاء المكتب مكتب حماس مفتوح في ظل تعاون أمني إسرائيلي تركي يمكن يكون مفهوم أكثر بشكل آخر لكن نقرأ بعض التغريدات التي وصلتنا والموضوع عليه تفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي سليم غرد قائلا هنا تركيا تريد الترويج لاتفاق تطبيعها مع إسرائيل على أنه من مصلحة غزة لكن في الحقيقة هو خنجر في خاصرة فلسطين رواند غردت قائلا إسرائيل سعت إلى تطبيع علاقات مع تركيا للهروب من مبادرات السلام العربية والفلسطينية أحمد لديه تغريدة في إطار آخر يقول اتفاق تركيا مع إسرائيل لم يضع فلسطين في اعتباره أصلا ومع ذلك سيبقى أردوغان في نظر المؤدلجين مدافعا عنهم تغريدة أخيرة لفادي يقول تركيا دولة تعمل لمصلحتها فقط أردوغان يستغل القضايا العربي لتحقيق أهدافه السياسية هو بالطبع فضيل في كثير من التعليقات والتغريدات كيف ستبرر أنقرة تنازلها عن شرط رفع الحصار عن غزة الذي أصرت عليه والاكتفاء بإرسال مساعدات علما بأن دول كثيرة ترسل مساعدات يتم تفتيشها في إسرائيل وعبر إسرائيل هذا التساؤل سنترحه على ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل هو تأخر قليلا ولكن نعذره ولكن من المهم جدا أيضا أن نسأله هذه الأسئلة نعود مرة أخرى إلى ضيفنا من القدس الحنان ميلر سيد ميلر هناك من قال بأن إسرائيل هي أكثر من خرجت مستفيدة من هذا الاتفاق كون الحصار مثلا كان المفروض على غزة لم يرفع وهو كان شرطا تركيا برأيك لماذا تخلت تركيا عن هذا الشرط يبدو أن كان لا يمكن أن تستمر تركيا في هذا الشرط إسرائيل أصرت على الحصار مع مصر باعتبار الحصار على غزة مسألة أمن قومي لإسرائيل فلذلك أصرت على تفتيش كل المواد التي تدخل قطاع غزة عن طريق ميناء سدود وهذا الأمر سيستمر حسب الاتفاق الذي تم التواصل إليه ولكن من ناحية تعويضات هذا أمر أثار غدب شديد في أوصاة اليمين في إسرائيل العنوان الرئيس اليوم في صحيفة يديوتا خارونوت كان تم ضرب الجنود الإسرائيليين بعصي من حديد وحاليا يتم التعويض هؤلاء الذين هاجموا الجنود بملايين الدولارات هذا يفعل انتقال شديد ولكن سيد ميلر هؤلاء الجنود هم من قتلوا أشخاص أبرياء مدنيين أبرياء أتراك صحيح ولكن موضوع البراء هو موضوع يتم النقاش حوله في إسرائيل هناك يعني معظم الشعب الإسرائيلي يعتبر الأتراك يعني نشطاء الـ IHH الذين قدموا مع السككين مع عصي من حديد من هاجم على الجنود الجنود حسب معظم الشعب حاول أن يمنع وصول السفينة إلى غزة بطرق سلمية ولكن كان هناك كمية هائلة من الأسلحة داخل السفينة وليس فقط مساعدات ولذلك اليوم الانتقادات على نتنياهو للاستسلام للشروط التركية بالتعويضات يعني مبلغ 21 مليون دولار هو مبلغ كبير هل يمكن أن يدفع ثمن ذلك نتنياهو بشكل أو بآخر وما الشكل الذي يمكن أن يكون به ربما دفع ثمن الشرط هو أن ثمن سيدفع لصندوق تعويضات بشرط أن البرلمان التركي سيلغي كل القضايا المرفوع ضد الجنود أو ضد إسرائيل في المحكمة الأوروبية أو في المحاكم في تركيا فالمبلغ سيصل إلى العائلات شكرا لك سيد ميلر أرجو أن تبقى معنا لأنه في هذه اللحظات ينضم إلينا ضيفنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد قيل مساء الخير سيد قيل فتك القليل طبعا من هذا الحوار تمنيت أنك كنت تستمع له ولكن طبعا أبدأ من حيث انتهى سؤالي قبل قليل المستفيد الأكثر من اتفاق كهذا من وجهة نظركم في تركيا الأجواء بشكل عام بغض النظر عن الأجواء السياسية وما سيقوله رئيس الوزراء غدا في المؤتمر الصحفي في وقت الظهر حتى سيتحدث للعامة وليس يتحدث للعالم عن تفاصيل هذا الاتفاق والذي سيحاول بطبيعة الحال النظام السياسي في تركيا تسويقه على انه انتصار لكنه من المؤكد أنه ليس أفضل الممكن بمعنى أن هناك في قناعة بحسب ما تم تسربه حتى الآن من هذه الاتفاق هناك خيبة أمل كبيرة في تركيا وفي العالم العربي وفي غزة كذلك بمعنى أننا كنا نتحدث خلال الست سنوات الماضية عن مطلب واضح وصريح وهو رفع الحصار عن غزة وليس عن تسهيلات لمرور مثلا إنشاء محطة أو إنشاء مستشفى وما إلى ذلك من الامتيازات التي قدمت لتركيا بحسب هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية كان بإمكان تركيا يأخذ هذه الامتيازات قبل ثلاث سنوات عندما قدم نتنياهو الاعتذار إذ أن الشرط الثاني وهو 21 مليون بالنسبة لتعويض ضحايا أسر الشهداء هذا شيء بسيط في علاقة الدول وهذا لا نقاش كبير فيه وكان بإمكان الأتراك أيضا الخطاب السياسي التركي دائما وأبدا كان يتحدث عن رفع الحصار عن غزة هذه النقطة لم تتحقق بالفعل في الوقت الراهن وما دام أنها لم تتحقق بالفعل لماذا تنازل أردوغان عن هذا الشرط وهو الشرط الرئيسي الذي كان يردده في كل مرة هل من ظروف دولية إقليمية داخلية أملت عليه أن يكون الاتفاق بهذا الشكل؟ نعم يمكن أن نتحدث عن أمرين اثنين لا أتحدث هذا الأمر من باب التبرير وإنما من باب ذكر بعض المعطيات النقطة الأولى رفع الحصار عن غزة أمر مرتبط ابتداء بجهات متعددة على رأسها السلطة الفلسطينية وحماس وما لم تكن هناك توافق بين الطرفين لا يمكن الحديث عن المضي قدما إلى الأمام في موضوع رفع الحصار عن غزة إذ جزء من السبب في جزئيات أنا أتحدث في رفع الحصار عن غزة في مدء مثلا خطوط الكهرباء التي مثلا استعدت قطر على سبيل المثال لتمويلها بالكامل في غزة هناك مشكلة مع السلطة الفلسطينية وحماس ما لم تحل هذه المشكلة لا يمكن حل مثل هذه القضية هناك طرف ثالث أيضا العلاقة الإسرائيلية المصرية يعني المعابر الإسرائيلية على غزة على سبيل المثال يدخله يوميا على الأقل ألف شخص وهو وإذا حسبنا بالأرقام خلال ما يدخله خلال أسبوع يعني في معابر الإسرائيلية إلى غزة فإننا لن نشاهد مثل هذا الرقم على معبر رفع مثل هذا يعني إذن هناك أطراف دولية أيضا يجب أن تكون متوافقة على ما يمكن تسميته برفع الحصار النقطة الأخيرة وهي تفضل تفضل لأنه أعتقد أنك وهي النقطة تناسيت النقطة الأهم تفضل يعني هناك الواقع الإقليمي بطبيعة الحال والدولي والعلاقات التركية الخارجية التي تفتقر فيها ربما تركيا وإسرائيل لبعضهم البعض وخاصة فيما يتعلق بالمسألة السورية هناك حدود مباشرة لإسرائيل ولتركيا مع سوريا هناك المخاطر كبيرة للدولتين فأنا في قناعة كلا الدولتين بحاجة أن يكون بينهما نوع من أنواع التعاون فيما يتعلق بالمسألة السورية تحديدا أكثر من أي وقت قد مضى لهذا السبب أنا في قناعة الظروف الإقليمية وليس سوريا فقط بطبيعة الحال ليست سوريا لكن السوريا الملف السوري هو الأبرز وهو الأهم وضع تركيا في محيطها يعني أصبحت كما يقول البعض ويقول جيرانها دولة معادية لجوارها وأيضا فقدت حليف مهم روسيا أيضا هي في علاقة غير ودية مع الاتحاد الأوروبي وهناك سوء تفاهم حتى مع الولايات المتحدة الآن سيد جول كيف سيجمل أردوغان خيبة الأمل هذه التي ذكرتها قبل قليل ووظفتها قبل قليل لأنه قيمة أي دور تركي الآن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو في قضية السلام أو القضية الفلسطينية لم يعد له قيمة أصبح مشكوك فيه لم يعد له موضوعية ما رأيك؟ يعني بالمجمل ربما أتفق معك لكن هناك ما يمكن تسميته بالقيمة السياسية نسبيا إذ أن أطرافا فلسطينية سواء كانت السلطة الفلسطينية أو كانت حماس هي أراضية بهذا الاتفاق وهما أرادت تركيا حقيقة تسويقه بشكل واضح خلال الأيام الماضية بحضور خالد مشعل بالأمس مثلا في مأدبة الإفطار وكذلك لقاء بن علي يلدرم مع خالد مشعل بالأمس واليوم كل هذه التفاصيل هو محاولة ربما إبراز هذه الصورة وكذلك السلطة الفلسطينية بطبيعة الحال ليست بعيدة عن هذا المشهد بمعنى أننا نتحدث عن توافق فلسطيني على هذا الاتفاق وهي النقطة التي ربما سيعتمد عليها تركيا في ما يمكن تقديمه في الصورة التي سيقدم فيها الاتفاق التركي الإسرائيلي هذه النقطة أساسية في هذا الإطار هذا ما يمكن قوله بشكل سريع في هذا الإطار ماذا عن العلاقة مع حماس لأن هناك أراء انطلقت بأن تركيا باعت حماس يعني بعبارة أو بأخرى سيدتي يعني كل ما كان يقال خلال الأيام أو خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية كانت عبارة عن اتهامات إسرائيل وإسرائيل تعلم حق اليقين أنها اتهامات لا أصل لها يعني الحديث كان عن صالح العرعوري ومسؤولية صالح العرعوري عن قتل الشبان الثلاث في منطقة الخليل مثل هذه الاتهامات هي في النهاية اتهامات سياسية إقامة أو تردد هذا الشخص إلى تركيا كان هو الذي يريد حقيقة إسرائيل من خلالها الضغط على تركيا إسرائيل تعلم أن صالح العرعوري ليس له علاقة هو في النهاية في المكتب السياسي وليس هناك أنشطة عسكرية أصلا لحماس في السابق ولا في الوقت الراهن ولن يكون بعد غد يعني هذه النقطة الأساسية الجوارية التي تدركها إسرائيل حق اليقين أن أرادت في قناعة إسرائيل تقديمها للجمهور الإسرائيلي أكثر منه واقعية سياسية في التفاوض الذي حصل بين تركيا وبين إسرائيل يعني لا يوجد هناك ما يمكن تسميته بالتمثيل الرسمي أصلا لحماس في تركيا قبل أيام أو قبل أسبوع وانتهى هذا الأمر أو قبل ستة أشهر وانتهى هذا الأمر هناك تردد من القيادة السياسية المنتخبة السياسية من قوسين في غزة التي كانت تمثل بشكل إطار ما يمكن تسميته بالسلطة الشرعية في غزة هذه النقطة هي التي بنت عليها تركيا علاقاتها مع غزة بمعنى أن قبل الانتخابات على سبيل المثال التي حصلت في غزة أو في عموم فلسطين لم تكن هناك علاقة رسمية تركية مع حماس هذه نقطة أساسية جوارية وعلاقة حماس في النهاية مع دول أوروبية ومع غيرها من الدول الكثيرة لا تختص بها تركيا أيضا يا سيد ليس الآن تقللون من قيمة هذه العلاقة ومن مستواها يعني العلاقات كانت وطيضة لطالما دعم أردوكان وفتح أبواب بلاده لحركة حماس قضية أنه الآن أصبحت هي مفتوحة بهذا المنطق لن تتغير أي شيء في هذا السياق يعني ماس والتركية هكذا يقول سيد جول الأيام ستثبت إذا هذا الأمر صحيح أم لا ولكن أعتقد أنا كما أشارت ضيفكم في إسطنبول أن النقطة الأساسية هي تخلي تركيا عن شرط الأساسي الذي كان رفع الحصار عن قطاع غزة لم يتم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية هذه النقطة الأساسية إسرائيل نجحت في رفع هذا الشرط وهذا النجاح كبير بالنسبة لحكومة نتنياهو ماذا عن قضية رئيس المكتب السياسي أو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دار حديث بأن تركيا حصلت بشكل أو بآخر على بنت خاص يعني يحمي هنية ويمنع ويمنح الحصانة لهنية على الرغم من أن مكتب نتنياهو نفى هذه التصريحات ماذا يدور في الكواليس سيد ميلر لا أعرف إذا هناك باند سري في الاتفاقية ولكن غدا سنعرف أكثر مع التصريح العلني للاتفاقية في روما ولكن بكل تأكيد اليوم حماس أعتقد أن تركيا بشكل أو بآخر باعت حماس كما أشرتي واليوم حماس لم أشر على فكرة سيد ميلر لست أنا من يقول ذلك هناك من يتابع الشأن طبعا التركي والإسرائيلي وخرجوا بهذه النتيجة بعد قراءة البنود بنود الاتفاق بلا أي شك اليوم حماس مجبورة أن تبحث عن شريك آخر عن ملجأ أو مكان آخر لقيادتها قطر لسا تدعم حماس ولكن هناك ضعف معين بارز في موقف حماس وصمتت حماس على الاتفاق حتى الآن لم نسمع تعليق مهم عودة إليك سيد جول ما مدى برأيك مستوى التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين بعد اتفاق كهذا إلى أي مستوى تتوقع أن يرتفع يعني ابتداء العلاقة الأمنية التركية الإسرائيلية كانت علاقة مميزة وكانت قوية قبل أن يحصل ماذي مرمرة وبعد عام ماذي مرمرة أن انتهت هذه العلاقة بشكل رسمي وإذا بقيت فإنها كانت في الإطار المحدود للغاية لكن في القناعة في الوقت الراهن سترجع هذه العلاقة وستتطور شيئا فشيئا لا أتوقع أن تكون هناك تطور نسبي أو تطور ملحوظ خلال فترة وجيزة وإنما ستعود الأمور إلى مجاريها أنا في قناعتي مع الوقت من جهة وكذلك مع إذا اجتمعت المصالح من جهة أخرى يعني هناك حديث على سبيل المثال فيما يتعلق بالغاز هناك اتفاقيات أخرى هناك ربما وجهات نظر سياسية إذا كان هناك من تطابق في وجهات النظر السياسية بإمكاني أن أتحدث عن رفع مستوى التعاون الأمن استخباراتي مع إسرائيل شكرا جزيلا لك محمد زاهد جول الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول والشكر الجزيل أيضا للصحفي الحنان ميلر من القدس شكرا جزيلا لك